المصالح الاقتصادية لروسيا على الأراضي السورية كبيرة وقدمة لكنها ازدادت وتعمقت بعد عام 2011 وكشف عن الكثير من حيثياتها التدخل الروسي لدعم نظام الأسد في شهر إلول عام 2015 حيث كان الكريملين حينها يشعر بتوتر خشة من فقدان السيطرة على القاعدة البحرية في ترطوس التي تعد أهم القواعد الروسية في الشرق الأوسط وبعد تحقيق مصالحها وأهدافها العسكرية في سوريا بدعم النظام السوري وتأمين قواعدها وضعت روسيا هدفا جديدا له أبعاد اقتصادية بحيث تستفيد ماليا من إعادة إعمار سوريا تقرير لمجلة فورنبوليس الأمريكية صلت الضوء على المكاسب الاقتصادية التي تريد روسيا تحقيقها في سوريا بعد انتهاء مهامها العسكرية بتمكن نظام الأسد من السيطرة على مساحات شاسعة من سوريا إذ غيرت موسكو خطتها السابقة لتضع نصب عيونها الفوائد المالية التي يمكن أن تجنيها في سوريا التقرير يقول أن المال هو المحرك الأساسي الذي يقود الجهود الروسية في سوريا حيث تطمح موسكو للاستفادة من الأموال المتدفقة على سوريا لإعادة الإعمار والتي تقدر بحوالي 350 مليار دولار وستتمكن روسيا عبر الاستفادة من هذه الأموال من تنويع اقتصادها وذلك من خلال الانخراط في مجموعة من العقود الكبيرة في قطاعات الطاقة والبنى التحتية وغير ذلك وتتابع المجلة الأمريكية أن روسيا ينظر إليها حاليا كبلد قوي وله القدرة في الحصول على عقود إعادة الإعمار بالنظر إلى تأثيرها السياسي على النظام السوري إلا أن المشكلة هي افتقار سوريا للأموال اللازمة ولذلك يسعى بوتين لاستخدام اللاجئين السوريين كورقة مساومة من خلال عرضه تسهيل عودة اللاجئين مقابل الحصول على مساعدات مالية من الغرب بوتين قال أن أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ يمكنهم العودة إلى سوريا في المستقبل القريب وأعلنت الحكومة الروسية تشكيل لجنة مشتركة مع الدول المضيفة مثل لبنان لتسهيل عودة اللاجئين لكن اللجنة لم تحرز أي تقدم بعد مرور عشرة أشهر على إنشائها وبالطبع لم تشهد سوريا عودة للاجئين والسبب بحسب محادثات أجرتها فورين بوليسي مع العديد من الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي عناد الرجل الذي تدخلت روسيا لإنقاذه أي بشار الأسد